السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا هساني عزيزي وطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي. اليوم ان شاء الله درس جديد منهج كوننكت يونت ثري لسون ثري. الدرس الثالثة من الوحدة الثالثة. طبعا درس ده متعلق بساينس. ساينس يعني العلوم. طبعا نبدأ بنيو نيو ويرتس كلورابلاستس كلورابلاستس مايكروسكوب كاربان دايوكسايد بولن. ستك فلوت بليوتد اير. ترفل اوي. لايت سيل ويند قاس صليت كلينر كول ميلان ديرتي بلدين ابارتمنت. ميك نيو سيتس طبعا هنا اكسيبرشنز ان بروسيشنز تعبيرات وحروف جره همه. ميك نيو سيتس. ترفل وحروف جره همه. تفعل الوحدة جره مع ميكروسكوب على افعادات ميكورسكوب. تحرك الميكورسكوب. تحرك الوحدة. تحرك الوحدة. تحرك الوحدة. تحرك الوحدة. نفسها الوحدة. طبعه ومسقوها. هرنجز. تحرك الوحدة. تحرك الوحدة تجربة عبر البذور مدرسة عن الطاقة. تحتاج الى صفحة نوعية لأمرض. كيف تنتقل البذور في أمكان أحد. 1. تحويل برنجان. بعض الأحضر يمكن تحويل في المزد. هذه الأحضره لتحويل في الحدوى. 2. يتجب على الناس بعض الناس يمكنك تلقى على الناس كبير الناس يتحرك ويأخذ الناس معهم 3. يتجب على الناس الناس يمكنك تلقى على الناس لكي تجد مكان جديد هذه الناس يعتبر عبارة ومعارة 4. يتجب على الناس 148 هل محطة كبير أو كبير؟ محطة كبير من محطة كبير محطة الكبير محطة كبير يتجب على الناس يمكنك تستخدمها بمكروسكوب محطة الكبير محطة كبير يتجب على الناس يتجب على الناس محطة كبير أو كبير ومحطة كبير محطة كبير كيف يتجب على الناس؟ الناس تحتاج الناس للأكسجين عشان طبعا يستطيعوا أن يتنفسه طبعا في المدين الكبيرة الهواء ملوث بسبب المصانع والسيارات يوجد كثير من ثاني وكثير كربون في الهواء نباتات الخضراء تأخذ ثاني اكسيدي كربون من الهواء خلايا النباتات تحتاج ثاني اكسيدي كربون لتحوله لطعام الى النبات النباتات أيضا تأخذ ثاني اكسيدي نباتات تنتج الاكسجين نباتات في منازلنا والحضاق تعطينا الاكسجين لنتنفسه في بعض المدن على سبيل المثال باريس ومدينة ميلان يزرع الناس النباتات في الشغف المباني السكنية نباتات تجعل المبنى الجميل او لطيف وتقلل من عملية التلوث نباتات الناس الذين يعيش في هذه المباني تنفسه هوا نظيف بعض الكلمات تعريف بلوت ملوث ديرتي من الناس ومدينة أكسجين ملطة والدون instance ملطة الناس The normal yang makes people need to breathe ضع ملطة والكتاب ملطة الناس ملطة الناس بلوت ملطة المسكين لتفعلها خصوص مثلا الزاق نباتات كثيرة كلمات تضمنك تكتمع هنا نباتات دعوية العمل طبعا نص الاستماع في آخر الكتاب ويمكنك الاستماع عليه وحل السؤال. اكساس هجل نمبر 2. هنا ابلانت بروديوس نبات ينتج. او ميلينس اوف سيلز. مك. دابلا. دابلا. دابلا دابلا دابلا. دابلا. مك. فلابجاك. بولين. انا فلاور. طبعا ابلانت بروديوس. بولين. انا فلاور. نمبر 1. ابلانت is made. طبعا النبات يصنع. طبعا. of millions of cells number two. طبعا make the plant green number three. some seeds can do animals fur. stick float move use. طبعا هنا stick تلتسق بفرو النحيوانات. some seeds can on water stick fly float move. طبعا float. we need to breathe. we need sunlight carbon dioxide. oxygen water. طبعا تنفس نحتاج الوكسوجين. the air in big cities is because of factories and cars. طبعا is polluted. is a gas in the air that green plants used to make their food. يهو الغاز في الهواء. اللي بتستخدم النباتات الخضراء. اللي جعله طعام للنباتات. oxygen carbon dioxide. cell seed carbon dioxide. some seeds can in the wind move stick have use. طبعا move. read order and write. number one. the mix what green plant. طبعا نبدأ ب what الرقم. what makes the plant green a lot of dioxide carbon there is the air in. طبعا there is a lot of number two. carbon dioxide carbon dioxide in the air. these number one are light very seeds. you have these seeds are very light. now fresh polluted cities carbon dioxide. people need oxygen so we can breathe in big the air is in big cities. in big cities there is polluted. because of factories and cars. there is a lot of in the air. there is a lot of carbon dioxide carbon dioxide in the air. the green plant sales need carbon dioxide to make food. to make food. to make food. here punctuate the following sentence. اعترقم جملة what does the plant use to make its food? طبعا هنا الترقيم حصحها بس التكتب جملة كاملة. هنا طبعا W كاملة. وهنا طبعا عندها سؤال. اذا هنا اخرها كوستشان مارك. وذلك نكون انتهينا من شرح الدرس الثالث من الوحدة الثالثة من الملخص المعاصر. اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وفي عالي جرس. لا سوف يكون كل جديد. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.